كتبت صحيفة الفاينينشيل تايمز أن قادة فرنسا وألمانيا وبولندا قد التقوا في باريس لإظهار دعمهم لأوكرانيا ووفقاً لرئيس فرنسا فقد نشط الحلفاء في وقت قصير توريد الأسلحة والذخيرة والعربات المدرعة كما أخذت فرنسا على عطيقها التسامات صيانة المعدات العسكرية نعم لقد بدأ الهجوم الأوكراني المضاد لقد فعلنا كل ما بوسعنا لمساعدة الأوكرانيين في الإطار الذي وضعناه لأنفسنا منذ بداية الصراع معاقبة روسيا وأن تتوقف روسيا عن الأعمال القتالية ومساعدة أوكرانيا على المقاومة واستعادة الأراضي ولكن على أن لا تهاجم روسيا أبداً وتتجنب أي شكل من أشكال التصعيد ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وحلفائهم يجرون منفاوضات بشكل نشيط حول موضوع توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا غزو أوكرانيا يبقى القضية الأساسية في السياسة الخارجية الآن موقفنا واضح ألمانيا وفرنسا وبولندا يقفون بحزب إلى جانب أوكرانيا إننا ندعم الدولة في الدفاع ضد العدوان الروسي سياسياً وإنسانياً ومالياً وبواسطة السلاح أيضاً يجب على الرئيس بوتين أن يدرك أخيراً أن خطته قد فشلت ويتوجب عليه إنهاء الحرب في أوكرانيا على الفور كما كتبت صحيفة فينانشل تايمس نقلاً عن مصادر مجهولة فأنه من المرجح أن تشمل الضمانات طويلة الأجل لأوكرانيا إمدادات الأسلحة سنوياً وتدريب الجيش الأوكراني وتبادل معلومات الاستغبارية تهدف حزم المساعدات العسكرية هذه إلى ردع أي عدوان روسي محتمل في المستقبل من خلال تعزيز دفاعات أوكرانيا وتحديث قواتها المسلحة وفقاً لمعايير الناتو حتى تكون مستعدة للانضمام إلى الحلف في حاله وفي الوقت الذي يتم التوصل فيه إلى توافق سياسي بين جميع أعضائه في وقت سابق ضع فلاديمير جيلينسكي دول الناتو إلى تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا فهذا يعني العقوبات والضمانات المالية والأسلحة وما إلى ذلك ما هو غير مذكور اليوم في الوثائق ولكنه موجود على أرض الواقع وإذا أردنا كتابتها على الورق فيجب الإعلان عنها بوضوح أو أن ترافق بأشياء محددة بأن هذه الضمانات الأمنية الصالحة لأوكرانيا إلى أن تحصل أوكرانيا على ضمانات الأمن الأساسية وهي عضوية الناتو اقترح الأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوغرا سومسون في مقابلة مع صحيفة الغارديان أنه في إطار المناقشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا قد يفكر بعض أعضاء الحلف بإرسال قواتهم إلى أوكرانيا وقد ضحض وزير خارجية أوكرانيا هذا الافتراض إذ أكد دمتري كوليبة أن كييف لا تطلب إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا وقال أن بلاده بحاجة إلى المساعدة بالتسلح يتفق معه القائد السابق لقوات البرية البولندية ولديمير سكيشباك حتى نهاية الحرب الروسية ضد أوكرانيا لن يرسل أعضاء الناتو جيوشهم إلى الأراضي الأوكرانية إذا اتخذت أي مجموعة من دول الحلف مثل هذا القرار فيجب عليهم إنشاء هيكل تنظيمي خاص بهم وهو غير موجود اليوم أي أنه لا يوجد تحالف عسكري على سبيل المثال بولندا والدول البلطيق ورومانيا وما إلى ذلك كان يمكن أن يعمل في أوكرانيا وحتى لو كان هذا التحالف موجود فسيتعين عليه الحصول على موافقة الناتو على ذلك اليوم هناك إرادة سياسية وتحدث عن هذا ستولتنبرغ أن الدول الناتو توافق على إعطاء الضوء الأخضر فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في التحالف وفقا للأمين العام لحلف الناتو فقد وافق حلف شمال الأطلسي بالفعل على خطة لعدة سنوات لضمان انتقال الجيش الأوكراني إلى ما عيرت الناتو الحديثة في القمة المقبلة في فيليونس يخطط الحلفاء للإعلان عن مساعدة عسكرية كبيرة لكي